كمشاهدين اليوم ويانا عبر السكايد من تركيا الدكتورة منار عمضان الباحثة السايكولوجية حتى نتحدث بياها أكثر بخصوص الموضوع العصبية بشهر رمضان المبارك يسعى الصباح الدكتورة نورتينة مثل كل مرة أهلا بيش نورتينة صباح نورت حبيبتك طبعا دكتورة بالبداية حاب أعرف من عندك أنه دائما خلال شهر رمضان المبارك الناس تكون عصبية أكثر تتوتر بسرعة وعلى أبسط الأشياء ممكن أن تصير مشكلة شون يكون السبب لهذا الموضوع خاصة نحن نقول أنه شهر رمضان المبارك الشخص يكون يمكن هادئ أكثر يتجه إلى الصلاة أكثر أنه يكون مكان هدوء أكثر ويكون مرتاح حمينه شون السبب اللي يخليه يصير عصبي نقصات الأكل والمي الأكل يمكن تجسد الجسم كامل البي بالأشياء التي تفيد الفرمونات حتى تتحرك الفرمونات وتعطي إعازات لفقية وضائف الجسم أنه تشطط بصورة سليمة المي لازم نعرف أنه كانت كثير فيه وتوب المي هو ضداء الدماغ وكل قطرة الدم فيها 70% مي يعني معروف أنه كل جسم دمي 70% مي نخلي قطرة وحدة شيء منها 70% من تفوناتها بكي تثبت فهذا يؤدي إلى أن الإنسان يكون عصبي لأنه يريد يغذي هذا الجسد المادي هو أساس الصعب أنه الإرادة عندنا تقوم لكن هو صعب على الجسد المادي خاصة بداية الأيام نعم فهذا شيء يؤدي إلى العصبية يعني عند الناس والأشخاص يعني؟ نعم نعم أكيد مؤكد لأن الفرمونات لا تشتغل بصورة سليمة نعم لهذا مثلا دائما كنا نشوف أمهاتنا أو بيبياتنا كانوا يقولون أنه إذا الرجال كان جوعان لا تفتحينوا موضوع لا تطلبين منه شيء لأنه هو يعني ما يتحكم بنفسه ولكن أحس النساء ممكن يتحكمون أكثر بنفسهم حتى بأوقات الجوع؟ هي المرهات أبطاعة وهي يعني هي تكعد الطعام فهي بتجربة أكثر تدربة أكثر من الرجل على استحاب أدها سعى المرهة أدها سعى لأنه جزء ما عنده الرجال رحم نعم الرحم خليها واسعة حتى له هي من الزوجة يعني لكن عندها هذا الجزء من الجسم يسوي عندها مرونة الرجال ما عنده عنده عضلات فالعضلات دائما تضغط على المسان العضلات تضغط أكثر من اللحم والدرب اللحم والدرب في وسع يصبح في مرودة نعم طيب دكتورة الأشخاص اللي عدهم هذه العصبية ومثلا هما حابين أنهما يكونون هيتي شنو الأشياء اللي لازم يسووها حتى أنه يتجنبون المشاكل أو يتجنبون أنهما مثلا يصير عصبي على زوجتا وعلى طفلة بهذا الشهر المبارك أول ثلاث أيام احنا نعطينا الحق لأن ثلاث أيام تبوتها صعب حتى نعود الهرمونة نقول لها احنا رح نمش على هذا النظام أي نظام غذائي أول ثلاث أيام صعب ثلاث أيام ساعة بعدين احنا شو يسوي نعزل نفسنا يعني منه شوف نفسي عصبي أعزل نفسي وهذا حقيقة يعني حتى الأبجاء سوهم لما كانوا يصوروا كانوا يعتزلون والدوم احنا حتى في الخليج العربي أغلب الناس ستعزل تروح على كوكي وفي الخليج العربي بقولها حتى ينعزل عن العالم يبقوا خطوطها وحتى عصبيتها على نفسك حتى لا يطلع عصبيتها بغيرها فأفضل شيئا تبعد بغرفتك وتقرأ كتاب لنا إلى أن ينتهي يعني صرحة الأبطار خاصة أول أسبوع صعب كثير كان يتعود الجسد على اللباب نعم دكتورة خلينا نقلب الأدوار ونسألتش إذا مثلا إحنا نتعرضنا لشخص عصبي يعني أكون شخص عصبي بحياتنا وهمنا أجل رمضان وصام هذا الشخص شلون إحنا نقدر نتعامل ويا وشلون الأساليب اللي لازم إحنا نسويها حتى يعني الموضوع يمشي يعني بخير وسلامة أول لا أعديها أول وحدة أعدي أصر عصبي وهذه أنا مارستني يعني مع أهل زوجي بالبداية كان زوجي عنده سكر حتى ننبه شيء إذا دكتور يقول لك لتصوم لتصوم هاي من موانع الصياطة حرام عليك لتصوم وأنت عندك شيء وعندك مانع طبي دكتور قال لك لتصوم علميا غلط لأنجلطات اللي تصير بالدماغ بالدماغ خاصة بالقلب من مرضو السكري والضغط تصير أغلبها برمضان فإذا عندك ورقة من الدكتور أو الدكتور قال لتصوم أنت عندك ضغط أو سكر لتصوم حرام عليك تتحدث وتعاند نعم فزوجي عندك تعامل بها أول مرة أسكت ثاني قرر أطيلة تنبيه بنظرة بثالث مرة أقول لك أنت مصايم إلي حقيقة هذه فعلا حتى لازم نعودك أنت مصايم إلي ترى أنت مصايم حتى تتقوي إرادة نفسك فهذه حقيقة وخيرا قرأت كتب وشفت بحوث نعم نقول لك أول مرة أسكت ثاني مرة نبه بإشارة ثالث مرة نقول أنت أنا مصايم إلي تريد الصوم صوب لنفسك ما تريد الصوم أفطر هاي قولي هذا عند القرف الآخر أنه الآخرين شاعرون العصبي يعني فعلا مصايم لنفسي والردي نعم بس دكتور الشخص من أصلا هو يكون عصبي وأنا أجي أقول أنت مصايم إلي صايم لنفسك هنا يمكن حتى الأمور أنا مدى أهديها ده خليها زيد أكثر ويمكن هو رح يعصب أكثر خليه عصب بعدين رح يتعلم فهو لازم يطال الغضب نحن نشتقلنا دائما نقول الغضب والقلق شعور فلازم يعصب قد تصبح مشكلة ومن بعد المشكلة يتعلم فهو لازم فيش أشخاص ما يتعلمون إلا بصدمة وبمشكلة ممكن الناس نطبطب عليها حتى تتعلم في ناس إلا صدمة حتى تتعلم خاصة عالمنا العربي نعم ولكن يعني مثل ما قلتي موقع أول شي مرة أولى مرة ثانية تنبيه بالحجي الزين ولكن إذا عادت مرة ثالثة وكذلك نحن نقدر نقول لهذا الحجي نعم نعم يعني في حالنا عادت أكثر مرة دكتورة أيضا يعني أكو هسا حالة التقليد يعني أكو واحد هو طبيعته مو عصبي بس شنو كل شوية يقول مو أنا صايم لا تعصبوني مو أنا صايم لا تحشون يا يا هيتي مو أنا صايم لا تخلوني أحشي اللي بقلبي فدائما يذكرهم أنه أنا صايم أنتوا لازم تديرون بالكم علي وتقوون إيماني فإحنا شنو نتعاملوا به هاي النوعية اللي بس يريد يعني يشوف أنه يعرف أنه بفترة الصيام حالة العصبية هي حالة مقبولة فيقوم يمارسها حتى لو هو غير عصبي فيه ناس يديرون حساب سيكولوجية عملوا يحزب سيكولوجية ولذلك معرفة مشكلة نفسية مهمة يعني أبو الاكتئاب من يصوم عامل عطب طب يعني هو فعلا متأدي هو يصوم بصفا علينا أن يريد يأدي هذا الركن الدين ليه الصيام أبو القلق إذا يصوم لا لازم أشتغل على القلق يعني دائما أنطيل ما يثبت القلق يعني يستقر القلق ما خليه بالقلقان أنه أنا لا أنا مواردة السلام على فلان أذكر دائما أنت صايم أذكر بالكلاب أو بالتئاب أذكر بالشعور فكل إنسان مثل كولوجيته في أطفال يصوم ما يتحمل هذا فكل إنسان يتعامل وياه بما أحنا تعلمنا يعني تعلمنا التعامل مثلا صديق أو صديقة أو أخص هي شنون عاملها بالحياة العادية عاملها بالصوم أيضا لأن الصوم هذا سلوك حياة يصير وأمارس 30 يوم حتى تعلمها لكل السنة فلازم أطلع وياه بنتيجة أنه أعدل شوي من أخلاقياته لازم نفهم شي مهم فقرة الصوم هي أصلا نزد بالدين تركن من أركان بكل الأديان الإبراهنية هو حتى يعلم الناس أخلاق الصحيحة نعم يعني ليعفوا الحق ليعفوا الحق غيره نفوض بالصوم بالصوم يتعلم يعني أطلع من رمضان بصدق للعمر كله مو فقط أصوم جسد بالنفس لا هو أصلا الصيام ترويض بالنفس وليس صيام جسدي نعم نعم أطلع عن التدخين خلال شهر رمضان المبارك هل ممكن يكون أحد أسباب أنه شخص يغضب بسرعة لأنه يوجد بعض الأشخاص وما يهمهم أنه يأكلون يعني عندهم قدرة تحمل ولكن متعودين على عادات مثلا معينة أنه يشرب قهوة صبح أو يشرب سيكان شاي أو التدخين وهذول لما رح يقطعهم ممكن يكونوا نهمين أحد من الأسباب أنه تزيد عنده الغضب أكثر ممكن هاي وحدة إدخانات لأنها هاي إدخانات أشرب شاي مدمن على الشاي نعم أشرب سيجارة مدمن على السيجارة فشو سوي هذا الدخان النيكوتين يهدئني أقوى أقوى مهد أعصاب افترع العالم بليون وبالنيكوتين بس هو يسوي سرطات نعم بس هو يهدئ الغضب أصلا شوفين واحد عصبي يروح شرب سيجارة يهدئ يعني عنده نيكوتين يهدئ الغضب فلما ينقطع النيكوتين أكيد ترجع شخصيتي طبيعية لأن في خلصار بالهرمونات أنا دانين بالهرمونات حتى الشاي على سيجارة والقهوة كلها كافايين هاي مخديرات بس إحنا تعلمنا عليها لأنه هي أولا مزاج ثانيا نقضي وقت معها ثالثا هي تهدئ طلبنا يعني أنا بدل ما أتعصب أشرب فنجان قهوة خلص استمتعت فيه يعني رحلة عصبية غير الجو فهذا هو من الطبيعي أنه يتأثرون أكثر من الناس الباقين لكن مثل ما قلتها بالبداية الصوم هو تهذيب النفس غاية الصوم ترى تهذيب النفس ما عند أي غاية أخر يعني هو مو بس أنه تحرب نفسك من المي والأكل لذلك الناس كنت تتقدم بالأخلاق يقول لك ما أريد أصب لأنه أساسا تعلم على ضرب الصوم في حياة العادية أغلب العلماء يقول أنا ما أصب هو متدين على فكرة بس يقول تعلمت لأنه تعلم خلق وصل إلى مرحلة بعد الصوم ما يعلم شيء نعم فصار ممارسة وعدها ممارسة نفس الشيء إذن الصوم هو غاية تهذيب النفس وليس أحرم الجسد هو تهذيب النفس كان أغلب الناس أخطار يصرفون كل شيء يريد يسوي فهو كبح بالذات حتى يتعلم ثلاث يتعلم كأنه سيكولوجيا 21 يوم نتعلم خلق 21 يوم ثلاثين يوم هيتعلمنا خلق أمارس عمري كل أما أمارس ثلاثين يوم في الصوم وبعدين أرجع نفس أخطار لا هذا غلط يفايد من الصوم نعم دكتورة أيضا بالنسبة للعصبية هي ممكن نحن نقول فترة رمضان زيد نسبة العصبية ولكن العصبية هي وجودها بشكل عام حتى بر شهر رمضان هو شيء طبيعي له غير طبيعي له مرضي مرض هذا اسم الغضب اسم الغضب والقلق مرض نفسي اسم الغضب والقلق طبعا موجود على الموقعنا التكتوني كثير من بساتبها بس هو غضب هو من يصر بضغط الدم والسكري السكري مريض قلق وضغط الدم مريض ضب هذا من هو طفل وطفل شاف أمه وابوه عارضي فقد أم فقد أم خاصة البلدان يصار فيها حروف بس من العراق سوريا والكثير من البلدان العربية لما يفقد شخص في العالم يكبوط الغضب فيبدأ يطلع بقصة على السيطرة 14-15 سنة 20 سنة من يقدر يطلع على المسي يبدأ يطلع غضب المقبوط وغضب من الحياة بسرعة عامة يعني المقبوط والحاضر لكن هو أساسا جذب الجذب العصبية هي غضب نعم دكتور عزفا كريستينا أخبر نسأل على موضوع أنه ممكن إذا نروض أطفالنا على أنه إذا نقول أنت ليش تحس بالعصبية ممكن هو يعتبر الشعور مؤقت ويعوفه ولكن من أنه نقول أنه أنت عصبي فممكن هو يحس أنه هي صفة موجودة به وموجودة بشخصيته وهو عصبي هل تفرق طرق ترويض الشخص على الشعور مالته نحن نحدد لأنه هذا الشعور أو هذا انطباع بشخصيته موجودة وهو لازم يتعود على وجوده ممكن يأثر الكلام اللي احنا نوجه لأطفالنا أو للشخص اللي مقابلنا هو الطفل المتصغير يعني لحد أمر 14 سنة لا يحمل لا حق جداغي ولا حسد على الآخرين إذا أهلم مع النبو نعم فما عنده أصلا الغضب وين يجي الغضب يجي أنه من أمك أحسن شوفوا بيت أمك أغنياء وإحنا فقراء شوفوا فهذا يطلع عنده هذا الأب هاي الممارسات بعيدة عن أطفالهم حتى إذا يتعابدوا بعيدة عن أطفالهم حتى ليصير الطفل حاقد على طرف على أب أو أم وعلى حالة اجتماعية أو اقتصادية أحد يشعره بالعار إنه فقراء أو غيرنا الغنياء نحنا عندنا مثلا شخص جاب لنا العار أو شخص السجن أو شخص بالمات فإحنا تأذين هذا بعيد عن الطفل حتى ينشأ تنشئة سليمة الفقر حالة عادية أنا أكبر أصير غني من يكبر نعلم أشتغل إحنا ما نبقى هذا الفقر وهي صارت عندي كثير عوائلة كل يعرفها فأي أصل ما علم الطفل على الحق حتى لا يحمل هذا الضغين على المجتمع وعلى الحياة بصورة عام بعده يتنكس على رب العالمين طبعا آخر واحد منه الطفولة لما يكبر طبعا الطفل ما هو صير علم أمه أنه حجي لي شنو صار بالمدرسة منه قهرة حتى منصر مشكلة بأن الأم والأب أفهم الطفل ترى أبوك تقصر أطالي مثلا مطرف ترى أبوك أزالي بصراحة نحن لازم نسوي فقرة خاصة فقط لتحكم بتعاليات الأبصال بهذا المجال بصراحة فعلا طبعا شكرا إليك دكتور وأكيد نحن لازم تكونين مستمر رويانة بخلال هذا الشهر حتى نقدم للناس نصائح أكثر بخصوص هذا الموضوع شكرا شكرا لوجود شويانة اليوم شكرا دكتور